بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شفيع الأمة سيدنا محمد أشرف المخلوقين عليه أفضل الصلاة والسلام خلال حصة اليوم سنتمم تصحيح تمارين درس الأعداد الصحيحة الطبيعية من كتاب النجاح في الرياضيات للمستوى الخامس ابتدائي على صفحتين 28 و29 ونبدأ على بركة الله بالتمارين رقم 8 على صفحة 28 أكتب عددا مناسبا مكان النقط ونبدأ بأول تأطير على اليسار 999 مليون 999 ألف 999 أصغر من مليار أصغر من مليار وإثنان ويمكننا تعويض العدد مليار المكتوب بالأحمر بمليار وواحد ثم أربعة ملايين وثمانمائة وسبعة وثمانون ألفا وثلاثمائة وخمسة وستون أكبر من أربعة ملايين وسبعمائة وسبعة وتمانون ألفا واربعمائة وستة وخمسون هنا أنا أعطيكم أمثلة فقط يمكننا تباع خطوات المقارنة التي تعرفنا عليها في الدروس السابقة وستعمالها لكتابة أرقام مختلفة بحيث نتبع الرموز التي لدينا بالتمرين خلال هذا المثال غيرنا رقم مئات الآلاف والثمانية أكبر من سبعة يمكننا كذلك تغيير رقم وحدات الملايين وعواد أربعة نكتب ثلاثة بحيث أربعة ملايين أكبر من ثلاثة ملايين التأطير الموالي مليون واربعمائة واربعة وثلاثون ألفا وخمسمائة وواحد وستون أصغر من مليون واربعمائة واربعة وخمسون ألفا وسبعمائة واثنان أصغر من مليون وخمسمائة ألف وأخيرا ستة ملايين وأربعمائة ألف وسبعمائة واثنين وأربعون أصغر من ستة ملايين وأربعمائة وتسعة وتسعون ألفا وتسعمائة وتسعون أصغر من ستة ملايين وخمسمائة ألف نمر الآن إلى التمرير الرقم 9 على الصفحة 28 أكتب الأعداد الآتية بالأرقام ثم أرتبها تناقصيا ونبدأ بأول عدد على اليسار سبعمائة ألف وسبعون العدد الثاني مائة وسبعة آلاف وثمانمائة وستة وأخيرا سبعمائة وواحد وثلاثون ألفا هذه الأعداد كلها تتكون من ستة أرقام إذن لمقارنتها نبدأ من الرقم الذي يوجد على اليسار أي رقم مئات الآلاف نريد ترتيبها تناقصيا أي من الأكبر إلى الأصغر إذن بمئات الآلاف نجد الأرقام سبعة وواحد أكبرهم هو سبعة وبما أن هناك عددين رقم مئات الآلاف بها هو سبعة سنمر إلى رقم عشرات الآلاف ولدينا في العدد الأول صفر وفي العدد الثاني ثلاثة إذن ثلاثة هو الأكبر وبالتالي العدد سبعمائة وواحد وثلاثون ألفا هو الأكبر يليه العدد سبعمائة ألف وسبعون ثم أخيرا العدد مئة وسبعة آلاف وثمانمائة وستة دون النساء كتابات الرمز أكبر بين كل عددين نحن نتحق الأشياء نحن نحن الأكبر إلى الأكبر إلى الأكبر لسنسيس 10 les planètes du système solaire sont ici représentées en désordre les nombres indiqués expriment la mesure de la distance qui sépare chacune de ces planètes du soleil j'écris ces distances en chiffres Je range ces distances dans l'ordre croissant Puis j'écris la liste des planètes de la plus proche du soleil à la plus éloignée Donc la distance de Saturne 1.425.000.000 km Jupiter 780.000.000 km Pluton 5.913.000.000 km La Terre 150.000.000 km Vénus 108.000.000 km Mars 229.000.000 km Neptune 4.505.000.000 km Mercure 57.000.000 km Et enfin Uranus 2.878.000.000 km Donc pour la question B, je range dans l'ordre croissant, ça veut dire de plus petit au plus grand Donc la distance la plus petite est 57.000.000 km Inférieur à 108.000.000 km Inférieur à 150.000.000 km Inférieur à 229.000.000 km Inférieur à 780.000.000 km Inférieur à 1.425.000.000 km Inférieur à 2.878.000.000 km Inférieur à 4.505.000.000 km Inférieur à 5.913.000.000 km Donc la planète la plus proche du Soleil est Mercure Après Vénus Après Vénus Mars Jupiter Saturne Uranus Neptune Et Pluton Pluton La plus éloignée des planètes 1.315.000 321.000.000 m Pays wir un peu plus de rhentagoes التذاكر المتبقية بيعت بخمسون درهما للواحدة احسب ثمن بيع جميع التذاكر اذا اول شيء يجب معرفة عدد التذاكر المتبقية ولمعرفة ذلك نحسب مئة واثنان الف وثلاثمائة وسبعة وعشرون ناقص عشرون الف وثلاثمائة وعشرون يساوي اثنان وثمانون الفا وسبعة اذا عدد التذاكر المتبقية هو اثنان وتمانون الفا وسبعة بعد ذلك نحسب ثمن التذاكر التي بيعت وذلك بضرب عشرون الف وثلاثمائة وعشرون في عشرون يساوي أربعمائة وستة آلاف وأربعمائة درهم بعد ذلك نحسب ثمن التذاكر المتبقية وذلك بضرب اثنان وتمانون الفا وسبعة في خمسون ونحصل على أربعة ملايين ومئة ألف وثلاثمائة وخمسون درهم ثم نحسب مجموع ثمن التذاكر التي بيعت والتذاكر المتبقية أي أربعمائة وستة آلاف وأربعمائة زائد أربعة ملايين ومئة ألف وثلاثمائة وخمسون يساوي أربعة ملايين وخمسمائة وستة آلاف وسبعمائة وخمسون إذن ثمن جميع التذاكر هو أربعة ملايين وخمسمائة وستة آلاف وسبعمائة وخمسون درهم نمر الآن إلى التمرين رقم اثنى عشر أقارن بين كل كتابتين فيما يلي بدون إجراء العملية ونبدأ بأول كتابة على اليسار خمسة وستون مليونا واربعمائة وثلاثة وخمسون ألفا واربعمائة وتسعة وتسعون قسمة تسعة ونفس العدد قسمة ثمانية إذن عندما نقسم العدد على تسعة ونقسم نفس العدد على ثمانية ستكون حصة الفرد من تسعة أصغر من حصة الفرد من الثمانية وبالتالي سنستعمل رمز أصغر مئة وثلاثة وعشرون مليونا واربعمائة وستة وخمسون ألفا وسبعمائة وتسعة وتمانون زائد ألف وإثنى عشر والكتابة مئة وثلاثة وعشرون مليونا واربعمائة وستة وخمسون ألفا وسبعمائة وتسعة وتمانون زائد ألف وإحدى عشر سنستعمل رمز أكبر لأن في الكتابتين أضفنا عددين وألف وإثنى عشر أكبر من ألف وإحدى عشر الكتابة الموالية 4876 ضرب 267 ألفا مع الكتابة 4876 ضرب 268 ألفا سنستعمل رمز أصغر لأن 267 ألفا أصغر من 268 ألفا ونمر إلى آخر عمليتين 915.567.988 ناقص 2021 و915.567.988 ناقص 2020 سنستعمل رمز أصغر لأنه لدينا عملية طرح و2021 أكبر من 2022 وكلما طرحنا عددا أكبر كانت النتيجة أصغر ونمر إلى التمرين رقم 13 ألف أرتب تناقصيا الأعداد بأرتب تزايديا الأعداد إذن بالنسبة لسؤال الألف تناقصيا أي من الأكبر إلى الأصغر باستعمال طريقة المقارنة التي تعرفنا عليها فيما قبل وعند حساب عدد أرقام الأعداد وجدنا أن هناك عدد يتكون من ثمانية أرقام عدد آخر من سبعة أرقام والآخر من ستة أرقام إذن أكبرهم هو الذي يتكون من ثمانية أرقام أي 21 مليون وتسعمائة 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 ألفا ومئة وسبعة وتمانون يليه العدد المكون من سبعة أرقام أي مليون وتسعمائة وثمانية وتسعمائة ألفا وسبعمائة وخمسة وستون وأخيرا العدد المكون من ستة أرقام أي خمسمائة وسبعة وستون ألفا وثمانمائة وتسعة وتسعون بالنسبة لسؤال با أرتب تزايديا أي من الأصغر إلى الأكبر هنا الأعداد كلها تستكون من سبعة أرقام إذن سنبدأ المقارنة من اليسار أي من وحدات الملايين كلها متساوية وبها رقم ستة نمر إلى مئات الآلاف لدينا خمسة خمسة وتسعة خمسة هي الأصغر وبما أن هناك تساوي في رقم مئات الآلاف سنمر إلى رقم عشرات الآلاف أربعة أربعة كذلك الرقمان المتساويين نمر إلى رقم وحدات الآلاف لدينا صفر وتسعة وبالتالي العدد ستة ملايين وخمسمائة وارفا أربعون ألفا وتسعمائة وتسعة وستون هو الأصغر يليه العدد ستة ملايين وخمسمائة وتسعة وأربعون ألفا ومئتاني وتسعة وستون وأخيرا العدد ستة ملايين وتسعمائة وستة وتسعون ألفا وستمائة وأربعة وخمسون نمر الآن إلى التمرين رقم أربعة عشر إشارت شركة تجهيزات منزلية من خارج المغرب بثمن ثلاثة ملايين درهم ودفعت بذلك للجمارك سبعمائة وخمسون ألف درهم ثم باعتها بأربعة ملايين وخمسمائة وخمسون درهم فهل هذه الشركة ربحت أم خسرت في هذه الصفقة؟ إذن للإجابة على هذا السؤال يجب أن نحسب مصاريف هذه الشركة أي ثمن المشريات زائد المبلغ الذي دفعته للجمارك أي ثلاثة ملايين زائد سبعمائة وخمسون ألفا يساوي ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألفا ثمن البيع هو أربعة ملايين وخمسمائة وخمسون ألفا إذن هذه الشركة ربحت في الصفقة لأن أربعة ملايين وخمسمائة وخمسون ألفا أكبر من ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألفا أي ثمن البيع أكبر من المصاريف بالنسبة للتمرير الرقم خمسة عشر ألف أرتب الأعداد تزايديا أي من الأصغر إلى الأكبر باء أرتب الأعداد الآتية تناقصيا أي من الأكبر إلى الأصغر باتباع نفس خطوة المقارنة أصغر عدد هو ثلاثة ملايين ومئة واربعة وخمسون ألفا وثلاثمائة وثمانية وسبعون يليه العدد ثلاثة ملايين ومئة وسبعة وستون ألفا وثلاثمائة واثنانية وثمانون وأخيرا العدد ثلاثة ملايين ومئة وسبعة وستون ألفا واربعمائة وخمسة وثلاثون بالنسبة للسؤال باء أكبر عدد هو مليون ومئة وثلاثون ألفا وخمسة وسبعة وستون يليه العدد ثلاثمائة ووهد وعشرون ألفا واربعمائة 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 وستون وأخيرا أربعة ألف ومئة تاني وسبعة وخمسون هو العدد الأصغر On passe à l'exercice 16 J'indique les nombres correspondant aux positions A, B, C, D et E sur la droite Donc pour connaître les nombres on doit connaître la mesure de chaque carreau Et entre 0 et 1 milliard il y a 5 carreaux Donc pour connaître la mesure d'un carreau on doit diviser 1 milliard par 5 Alors 1 milliard divisé par 5 est égal à 200 millions Donc la mesure d'un carreau indiqué par la flèche est égal à 200 millions Et par la suite A est égal à 600 millions B, 1 milliard 400 millions C, 2 milliards 800 millions D, 3 milliards 400 millions Et E, 4 milliards Pour le dernier exercice, l'exercice 17 Pour chaque nombre écrit en lettres j'entoure son écriture correspondante en chiffres A, 4 mille 42 B, 3 millions 708 C, 5 milliards 2 mille 2 Alors notre séance est arrivée à sa fin Merci beaucoup pour votre présence Je vous souhaite tout le bonheur du monde Au revoir et à la séance prochaine Soyez présent concentré Fre ribas à la toulouse J'ai velvet d'aille J' uhm à будет شكرا